عزيزي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفاري النهاردة حلقة خفيفة وظريفة ان شاء الله هتعجبكم اخترت لكم حاجات خفيفة وسهلة كيه العادة النهاردة هنعمل ارنب بالقرسيا والمشمشية وهنعمل كمان شربة البنجر وصلطة جديدة صلطة الكل اسلوحة تعرفوها معايا وفي الاخر هنرتب على قلبكم زي ما انتم متعودين وهنعمل زبادي بالفواته عصير خفيف وظريف عايزين تعرفوا كل وظيفات دي؟ يلا على المطبخ عزيزي المشاهدين اهلا بكم في المطبخ السامبل زي ما انا معاودكم وهنخش على الشغل على طول نبدأ كيه العادة بمكوناتنا هو ده الارنب طبعا انتم على قد ما تقدروا زي ما احنا متفاهمين عن الحاجة اللي نختارها من عند البوشي او احنا بنقضي نختارها مليحة فريق بحيث ان هي هتساعدني في اكلي زي ما احنا ايه متعودين الارنب ده انا جيبته متوسط ما هوش كبير ما هوش صغير لان الارنب يعني ممكن توصل لحجام كبيرة النهاردة نعمل ارنب معها الاراسيا اللي انتم بتقولوا عليها العينة وهنعمل معها مشمشية وزبيب وطبعا التلاتة دول انا اخترتهم مع بعض زي ما انتم عايزين لو عايزين تاخدوا حاجة واحدة منهم ما فيش مشكلة وهنشتغل في الوصفة التانية اللي هي شربة البنجر او البتراف عندي البتراف وعندي حنستخدم معها لليجيما انا حاطت هنا حكتي كلها بحيث ان المطبخي زي ما انا معاودكم يكون سهل عندي البصل عندي الكاروت عندي الفلفل حلو عندي الطماطم كرفس مع دونوس وان شاء الله في الاخر هنحتاج الفكهة دي للجيو بتاعنا وعندي لصالة الكولوسلول اللي قلتلكم عليها ودي صلقة مشهورة جدا في المطاعم في امريكا في محلات كتيرة قوي بتتعمل من الكرومب وتتعمل معها الجزر وهنستخدم معها زبادي وحليب ومايونيز زي ما هتشوفوا معنا ودريسنج هتشوفوا مع بعض نبدأ نتكرع الله ونقول بسم الله هحتاج كيل عدم مقلة كبيرة أنا النهاردة عشان زي ما قلتلكم الحلقة سهلة وظريفة كده مش هنستخدم فرن هنستخدم هنعمل الارنب ده كله في المقلة دي وحنشوف زي مع بعض وما بيخدش معنا ان شاء الله وقت بسم الله هنسيبها تسخن شوية ونحط لها الزيت لان انا هحتاج ان انا احمر اللابان بتاعي او الارنب او زي ما بتقولوه انتو بالدرجة بتاعنا جنينة هستنى يسخن شوية وهحمره هنمشي خطوة خطوة من غير استعجال النهاردة تعتبروها حلقة ريئة وانا اصلا كمان جاي راي ومزاجي عالي وان شاء الله نطلع حلقة جميلة ويومنا يبقى جميل عليكم الزيت يسخن معايا وابدا انزل واحدة واحدة طبعا عشان انا غسله كويس وبتاعه فهو مندي فهيطرتش معايا عنوات الزيت الاول وننزل واحدة واحدة عشان ما نترتشي ما نبهدلش الدرجة في حاجة دلوقتي مسلا انا انا عشان اخد راحتي اللي انا بجي كبير معايا فاروح اعمل حاجة زريفة لطيفة نخلي دول هنا اروح اعمل ايه اجيب مقلة تانية هحمره على ايه على مقلتين انا اصلا ببقى سعيد جدا لما تحصل لي مفاجآت كده مش متحضرة عشان اصلا انت لما تشوفيني تبقى متعودة كمان لو جاتلك مفاجآة ازاي تعمل زي ما انا كنت حاسب حزبة على دي اني ممكن تكافيل الارنب لقيت ما شاء الله الارنب كبير بدلا بقى ما اقعد اعمل بتاعة ممكن اسهل على روحي اروح جاي بمقلة زي ايدي وحمرهم الاتنين براحتي واسبها تسخن برضو كويس الزيت يسخن قدرتي بقى عينك مزانك وتقدريها خلاص دي بنتي قشتر مني برضو عشان انترتاشا نوطي شوية اوعى ضرب النار خلاص تخلع وهمش يلا ننزل وابدأ اوطي على النار السخونية دي مطلوبة عشان تديني اللون اللي انا عايزه والترتاشا دي بسبب ان اللباء نفسه انا لسه موجده وغسله ومنضابه طبعا انت في البيت ممكن ان انت تسيبه يهدى خالص يتطفى من ميته خالص وتبدأ يتنزلي بيه عشان ما يعملكيش الترتاشا دي عايز اجيب منادين بطعنا اهو ونعلي بقى عن نار نسبها تعيز وهي اشغالة كده ندي الملح بتاعنا اي لحم في الدنيا يحب الملح الملح يأكل فيه ويعطي له المذاك اللي احنا عايزينه وندي شوية فلفل الشغل ده لسه ايه هيتدلع القرنب ده لما تلاقيه قيم يجري دلوقتي ما ما عودش اقلب بقى كل شوية انا سيبها تاخد لون الناحية دي واقلبها تاخد لون الناحية التانية وابدأ اشتغل معها زي ما نعايد ممكن في الوقت ده عشان وقت البرنامج اروح مجهز حاجة تانية ناخد على الوصفة التانية الشربة عندي شربة البتراف سهلة سريعة اخد لي عين هنا كده بعيد مع نفسي اشتغل فيها ودي برضو عشان تتعلمي ان انتي ممكن تعملي كزا حاجة وقت واحد من غير ما تتخضي احتاج بصع الاول زيت اصيبه يسخن انا انا حريص ان انا اديكي معلومات ممكن تكون المعلومات دي بدخلها في وسط الشغل ممكن تكون مش مقصودة انا ماذا بي ان انتي تتعلمي مني كل حاجة بقولها تبتدي تشتغلي معايا لو انا في وسط الكلام انا بتكلم في الوصفة وقلتلك مثلا وصفة نصيحة رماركية عندك وانجستريها عندك عشان خاطر تفضل دي معلومة خلاص خاصة فيك في المطبخ وبرضو يعني ممكن نقولي النهاردة الحلقة دي نعتبر ان هي متوجهة المين للبنات الصغيرية لان كلامي كله النهاردة نصايح عشان خاطر البنت او اللي است متجوزة او اللي بيتها جديد او اللي مش متعودة على المطبخ او اللي هي اصلا ما عندهاش وقت للمطبخ عايزة حاجة سهلة اول وصفة عندنا مفيش تنسهل من كده ان انا ارمي الحاجة ودي كلها زي ما احنا تفاهمنا ايه هتستوي في المخلفين دول عندي ده اواطي النهارة عليها عشان ما انسهاش واجيب بطلة طبعا احنا الشعار بتاعنا اللي احنا بقالنا كتير ما تكلمناش عنه حب الاكلة تحبك فاكرينه اللي كان بتابعنا زمان ورجع يكمل معنا واللي ما كانش بتابعنا هنقول له تاني يعني ايه حب الاكلة تحبك حب الاكلة تحبك يعني يعني اشتغلي بمزاج مع اكلتك خش مطبخك وانت رايقة دلعي الاكلة بتاعتك هتلاقي الاكلة طالعة زي الفل حتى لو انتي عطيتي ملح وفلفل لك حلو درتيها هكذا نبدأ نقس حاجتنا نشوف اللون ده مجاش نبتدي ننسبها زي ما هي عندي البصل ده نحط له شوية ملح احنا هنا الشربة وده اللابان عشان تبقوا مركزين معايا وفلفل دول الاساسيين في المطبخ المصري الملح والفلفل وخصوصا الفلفل اسل بنستخدمه كتير نعلق عليها يبتدي البصل يشتغل نديها فصين توم التوم مع البصل في الشربة حاجة جميلة جدا وكمان هحتاج كرفس عدين الكرفس في الشربة جميل خصوصا في شربة الحوت اي حاجة فيها حوت دايما تستخدمه الكرفس بس عاماتا الكرفس في الشربة لا يعل عليه انا بفضله انا عن نفسي بفضله دينا الكرفس نقلب ونسيب البصلة هنا تتبل شوية مع ايه قبل ما قلب القصة دي تتبل بص اللون ده بقى بصوا معايا انا كده بحمرها طبعا هو ما بستويش بس اللون بتاعنا الجميل بصوا شايفين الجمال شايفين الحلوة والله اسمعوا كلامي حدلعكم عدي بقى الناحية التانية فلفل بس مش هندي ملح الفلفل ده بيقتل الزفارة بيطيني طعم جميل بيطيني ريحة تحفة اما حاجة انا عايزك دايما مطبخك يبقى مترتر تبقى انت عارفة هتعملي ايه هجيب بقى البنجر بتاعي اللي هو الاساس اللي هو البتراب البنجر ده انا غليته خليته نص طياب مش مستوي مية في المية وهي تخليه تكمل شغله هو طيب يعتبر بنسبة ايه تمانين في المية البنجر طبعا مفيد جدا لأولادنا مفيد جدا لينا حديد بيتامينات كالسيوم ولو ركزتوا هتلاقي كل الوطفات اللي انا باخترها لكم واللي اصلا عملتها قبل كده كلها بتعتمد على الكم حاجة اللي انا قلتهم دول ابدأ اواطي عشان انزل مكوناتي بقى بس اتأكد الاول كده تمام هنجيب بصل هنرجع للبان تاعي هنجيب بصل نقطعو حلقات كده ونرمي هنا الناحية الفاضية دي دي الناحية التانية الحاجات دي هنحتاج لها رند عندي ورق رند شوية زعتر قرفة التوابل اللي بتحبيها دلعي دلعي الاكلة دي جميلة 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 نرمي ايه نجمة الارض اوكي عايز قدي توم ندي شوية توم البصل مع الزيت بعد ما اتحمر فيه النكهة بتاعة اللفاء هيبدأ ايه يشتغل مع التوم ما انا بقلب كده عشان مش عايز التوم يتحرق رمينا نجمة الارض هنيجي هنا كده شوية البتراب ده نخلص منه ثواني عشان نبقى منظمين عشان الشربة كده انا اخلصت منها خليل المرمية هاخد ديها يعني ليه مزاجة ديها عود زعترة ينعنيش للدنيا بس مش كتير يعني كده مش عايز كتير انا اوكي ودي اغطي عليها شربتنا كده خلصت وهنرجع للقصة دي تاني هنرجعها بس مع بعض حطينا بصل حطينا طوم حطينا البنجر حطينا شوية زعتر حطينا الملح والفلفل وسبناها بسيطة دي هتتعمل بالكريمة في الاخر هنعمل لها ايه الكريم فراش كالعادة بعد ما ايه ما نرحيها بالميكسر خليها بقى تغلي وايه وتعيش مع نفسها انت حبة توابل معينة تانية بس ما تكونش قصحة يعني كنت ممكن اديها مثلا جسل تيبو بتاع ما تنفعش ما تنفعش هتديكي طعم تاني خالص مع البنجر هي كده شربة سامبل وهدية نعلي عليها شوية ونسيبها نرجع للقصة دي بعد ما حمرنا اللفان رمينا البصل مطرح الزيت عشان ناخد النكهة مع البصل وصيبينه يدبل ملح وفلفل هنبتدي رمينا نجمة الارض هنبتدي ورمينا التوم هنبتدي نديها عود قرفة هنرمي واحد هنا طبعا انت لو حطاهم في حاجة واحدة يبقى خلاص انا بس عشان ايه نشتغل مع بعض وهندي عندي مهمة قوي في الاكلة دي جسط الطيب البصرة دي زيادة كده حاجات التوابل اللي انت شايفة ان هي قصحة زي دي كده ادي الطعم بس زي ما انا بعمل كده اوكي زي ما بعمل كده ادي هبص على الشربة بتاعتي مازال ما غليتش أعلّي عليها النار حاسس ان انا ممكن أدلعها بطماطم ايه رأيكم جاتني دلوقتي هنديها طماطم ما فيهاش اي مشكلة اهو لو عندك حتة جزر صغيرة اديها ما فيش مشكلة طب والطماطمية التانية دي اقول لكم عليها خليوني نرموها هنا اهو مش هتقول لا يبقى عملنا شرايح بصل وشرايح طماطم مش كتير مطبخك ده اللي عايزة هي ما انت عايزة ما بنقيدكيش بحاجة في ناس تقول لي ما نحبش طماطم مش عارف ايه ما ليش ما فيش مشكلة هبتدي ايه انزل عليها بسنة مية لو عندك مرأة ما فيش مشكلة كده هيبقى فضلنا سلطة الكولوسلو هنشتغل فيها وهيبقى فضلنا العصير هستأذنكم نروح فاصل ما تروحوش في اي حتة زي ما احنا متعودين والتلكموند يفضل في ايديكي ما تروحيش لهنا ولا هنا ركزي معايا روحوا تعليل على طول هزبط الدنيا لا مستنيكي وارجعنا لكم تاني يا عزيزي المشاهدين بعد الفاصل واعتقد ان احنا مطولناش عليكم انا بس عملت حاجة في غيابكم سامحوني عليها رميت هنا الرند وراء الرند ودرت معاها شوية كركم عشان تديني لون جميل معاهم اخر حاجة بقى هنعملها هنرمي هنايا العينة احنا نقولولها الأراسيا من في الشام يقولولها الأراسيا نرمي هنا العينة ونرمي المشمش المجفف وكمان الزبيب في واحدة كتنستخبية لحقناها دي كده ما تعيش مع نفسها الوقت اللي هيشرب اللابان الفون هذا وهنايا هتكون العينة والمشمشية ابتدوا يتجنسوا بالأطعمة بكل اللي احنا عملناها النهاردة بكل الازيبيس اللي حطناهم من قرفة من رند من طوم من بصل متاع هادي السكري صالي أكلة ولا أروع من كده لازم تشوفوها معانا ولازم تجربوها هنسيبها تعيش مع نفسها البصل حيتكرماليزي وهتبتدي تدخل الأكلة كلها أنا كده بالنسبة لي هسيبها هوطي عليها أبتي في كده في هدوء تام الشربة دي خلصت أنا سيبها تهري في روحها تغلي تعمل كل اللي عايزها أنا دلوقتي كده بالنسبة لي وصفتين خلصوا فاضي لي وصفتين في حلقتي النهاردة ومن أسهل برضو مما يكون هنخش على طول عليهم وهي وصفة الكولوسلو صلتة الكولوسلو هنعملها النهاردة مع بعض نخش عليها على طول بدون أي مشاكل الصلتة دي بالنسبة للليجيم ما بتاخدش مني حاجة غير كرومب أبيض ولو ما لقيتش أبيض في السوق استخدمي اللحمر سويا يعني أنا طول عمري في المطاعم أشوفها اللبيض واللحمر اتنين عيدوكي نفس النتيجة أنا النهاردة ربنا كرمني ولقيت اللبيض وكمان هتاخد معاها القراط وأبدأ بكل سهولة كده أوسع لنفسي درسنج بتاعها سهلة هنحضوا كده جيب دي عندي هنا كده اللي أنا مش محتاجه هحطه هنا هوا طبعا مش هوسكه من الليجيم أي نوع الليجيم يتغسل كويس جداً وياريت يعني إن انتو تستخدموا إن انتو الليجيم ما تحطهمش يعني كتير في المياه وخل يعني تغطسون في المياه وخل بالمناسبة الخل الفيناجر زي في المكلة هو عبارة عن مطهر زيه زي مثلاً الجافال في المساحيه والحاجات دي كلها الجافال يعتبر مطهر تاني فلو انت عايزة الليجيم تتغسل كويس عشان الحاجات الحشرات والحاجات اللي بتبقى موجودة فيها وفي نفس الوقت ما تسبيعاش في المياه وخل في الزيه تغطسيها كده وتطلعيها لأن انت لو سبتيها هتبتدي تدبل معاكي يبدأ الورق ده يصفر ويدبل معاكي يبقى من الظريف نعيه التقطيع اللي انت عايزها قطعيه بيها المهم يكون ايه تقطيع صغير انا عايز اوسع لروحي فاجيب دي كده رحطي دي كده معلش كده ما عنديش مشاكل الصرطة دي انا بحبها جدا ما فيش مطعم اخش لما اطلوبها لأنها فيها قيمة غذائية عالية جدا ده من عيلة الكرومب اللي انتو بتسموه ملفوف او انا مش عارف انتو بتعيطولو ايه بس ده كرومب كرومب ابيض وابل كده كنا مره عملنا صلطة صلطة كرومب ابيض كنا مسمينا صلطة الملفوف وكانت عجبتكم جدا وسمعت تعليقاتكم عليها والجزر معاها فيتامينات برضو عالية طبعا الكونتتين انا عاملها كبيرة تعارفين انا راجل كريم النهاردة كان عندي عزوم واحد صاحبي جايلي دلوقتي في الطريق كلمني وبيحب يأكل فهزود بقى عشان ايه ما حسش ان هو ايه انا عارفه ممكن يأكل اكل مش هيقولي ايه انا شبعت حبيب الله يمسيب الخير يعني اسمه اسلام يموت عالمكلة فقال نزود له الكونتتين هادي عشان خاطر ايه ياخد راحته ما يقولش ايه ما تهلتش فيه يمكن يجيلي مع واحد صاحبه تاني عايز اروق الدنيا هنا كده عشان ايه ادي يخصها رابل الكاروت عليها وابدأ اعمل الدريسنج بتاعها ممكن ناخد تلاتة اربعة ايه ايه عايزة تقطعهم اقطعهم عايزة تربيهم تربيهم سؤال افضل نربيهم عشان عايزو صغير ممكن نعمل حاجة صريفة جدا دير دي هنا كده وبراحتي دايما وانتي بتقشر الحاجات دي مثلا انا بعملها بسرعة ايديك دايما بعيد اطراف صابعك كده من اطراف صابعك احسن تكلها لي بترجع تضيع علي هني قلتلك اهو اللي احنا مش عايزينه هنرميه هناي انا طبعا ممكن الحاجات دي ابقى مجهزة قبل التصوير بس انا حابب ان انتو تشوفوا كل حاجة فري قدامكم زي ما حالكم شايفين عندي هنا فاضلوا عشر دقايق ويستوي عشر دقايق احسبوا معايا اضبطوا ساعتكم اقول لكم احنا نعمل دي بس حاجة والله نفسي نفسي اخترعون لنا كاميرا بس دي صعبة عشان ما تروش عليها مجنون توصلوكم الريحة لغاية البيت يا خرابي هتشموا ريحة غير عادية هنقلب بس دي كده عشان تاخد من الصوص بتاعها كده زي الفل قوي عايزين نركب التربو عشان انا شايف الصلطة دي كنت حاسب لها دي اقتين دخلت في تلت دقايق وتلت دقايق ده بالنسبة لي يعني كده انا هيتحقوا علي وانا بتراهن معاهم دي قولنا هنعمل فيها الدريسنج وهنا كده هو كده احنا منظمين دريسنج بتاعي ركزوا معي شوية لمون اللمون طحفة في الصلطة دايما نعويدي نفسك على اللمون ياورت ناتيورال قس زوش بويت خلي دي هنا كده جنبي حليب بشتيجي لكيد ما تجيش انا مش عايز السوس تاعها يجي عاقد انا عايزه لكيد فطبعا نديها حليب شوية كرام فراش عشان تديني طع مش كتير اوه كرام فراش ده بتاع السوب بتاعتنا بس مش مشكلة شوية خلي ابيض خلي معه لامون ملح وفي الاخر المايوناز وعلى قد ما تقدري حاولي يكون المايوناز بتاعك ااا جودته عالية ان شاء الله في الحلقات الجاية هنعمل حلقة مخصوصة للصوصات صوص كوكتيل صوص باربيكيو صوص صوص المايوناز ازاي تطلعي المايوناز في البيت بدلا ما تشريه حلقة يعني وممكن لو لقينا ان هي حاجة بسيطة ما تاخدش ممكن نعمل في كل حلقة نعمل لكم صوص ادوني بس قرأكم وقولولي انتو عايزين تعملوا ايه وانا معاكم مفيش مشكلة هنبص على اللابان بتاعي اللي هو اصلا فاضله ثلاث دقايق احنا قلنا عشرة فات سبعة فاضله ثلاث دقايق ندله ثلاث دقايق بتاعه عشان ايه يبقى خاد حقه هو كده بالنسبة لي زي الفل يبقى هنا هنراجع تاني حطينا مايوناز حطينا يوارت حطينا ملح حطينا خل لمون حطينا شوية كرام فراش دي من عندي عشان الطعم وحطينا حليب وهزود شوية حليب فيه ناس بتحط لها فلفل انا ما بحطش فلفل لك حل ممكن تحط لها انتي لو عايزة فلفل ابيض اخر حاجة بقى معلقة سكر معلقة السكر دي مهمة جدا انا طبعا ممكن احطها مع الدريسنج دوت ممكن احطها زي ما حضركم هتشوفوا معلقة السكر هتديني هي اللازم تيجي يعني فيها سنة حلاوة شوية انا طبعا عن كمية دي السكر ده كده زي الفل معلقة كده مليانة حلوة يعني ما منحطش معلقة كبيرة هتشوفي بقى الحامض اللي هو الليمون مع الخل لما ينزل معا السكر مع الحاجات دي كلها مع اللبن مع الياغورت هتدجي طعم طحفة ونقلب انا كده بالنسبالي الصلطة بتاعتي خلصت هي دي صلطة الكلسلو موجودة في كل المطاعم واعتقد ان اللي فيكم يعني شافها ممكن يكون افتكرها وشافها في المطاعم افتكرها معاي يبقى احنا الشربة بتاعتنا شغالة الطبق الرئيسي بتاعنا الارنب بالاراسيا والمشمشية والزبيب يعتبر خلص هنرفعه من على النار دلوقتي الصلطة بتاعتنا خلصت اخر حاجة هنعملها اللي هنخش عليها على طول دلوقتي العصير الجميل وان شاء الله يعجبكم اللي هرطب على لقلبكم اخر الاكلة دي دي نخليها على جنب هنا عشان نخش على السريع على الوصفة اللي بعدها هروأ الدنيا بس كده على السريع العصير ده بقى انا اصلا بحبه بموت فيه واي محل روحه لازم اقوله زبادي بالفواكه زبادي بالفواكه هنخلي الزبادي محتاجينه ده مش محتاجينه هنجيب دي اي فاكهة عندك هتشوف الفاكهة اللي في السوق فريز بانان انجاس بوم الفاكهة اللي تعجبك انتي انا النهاردة جبت انجاس عجبتني العنب ده هنعمله للتزيين ونشوف وعندي هنا الكاجو وعندي الحليب وعندي اليورد ده مش محتاجه ولا ده محتاجه اعلى حاجة في العصير ان هو يبقى خفيف خصوصا لو احنا في الصيف تعمل العصير كده للاولاده تحطيه في التلاجة دي حاجة بتبقى ايه جميلة طحفة يجوا من المدرسة يلاقوا عصير قيمة غزائية قبل ما نسى انا كده هطفي على اللعبان تاعي هرفعه من على النار عشان ايه لو ادامنت القصة دي كلها ممكن نحطه هنا وما يفيش مشكلة الاكلة الرئيسية بتاعتنا خلصت دي هنسيبها عالتقديم لان انا سيبها هي استوى بالنسبة لي زي ما حضراتكم شايفين هنمكسيها بالمكسر دول حبتين انجاس حبة ليا وحبة للضيف اللي جايلي عشان ياخد راحته هنزود له حبة كمان فيش مشكلة عشان خطركم عندنا لسه افكار في العصير كتيرة هندخلكم بقى ايه العصير مش لكيد هنحط عصير اللي ممكن عصير وممكن يعني تكل بالمغارفة حاجات بقى كتيرة نحط معها شوكالاتة تحط معها بيسكويت تحط معها عفاس كتيرة قوي نبتدي ندخلها لكم هنبدأ هنا هون نحط الفاكهة بتاعتي هنبدأ هنا نتأكد بس من هو تمام دايما حاكتك تتأكدي منها الروبو بتاعك تتأكدي منه دايما انت في مطبخك لو عندك اولاد او اطفال الجزء ده هم بعاد عنه لسن بعاد عنه للمواس بعاد عنه دايما دايما تكوني حريصة الحوادث اغلبية بتيجي بتيجي من ترتاشة الزيت بتيجي من العفاس دي كلها ونرجع ايه نقول يا ريت اللي جرى مكان نحط الزباد الاول ثواني شفتوا قديل حلقة طحفة سهلة وجميلة انا انا حطيت ايه قلب الزبادة واحدة ناتيورال فيه طبعا في الاسواق يورت باللجوت معلش مش مشكلة هيديكي برضو نتيجة تانية ايه المشكلة فيه اللي فيه فاكهة فيه اللي فيه اللي يجوف يعني هيديكي نتيجة تانية انا خدته ناتيورال مش مشكل قط الحليب واو شوية مكسرات النوع المكسرات اللي انا النهاردة جبت نوع دوكاجو انتوا ممكن تجيبوا النوع اللي انتوا عايزين اللوز المهم ما يكونش فيه الملح هنحط شوية كده ونخلي شوية ايه يتزين ودي برضو فكرة جديدة انك تدخلي مع عصيرك شوية مكسرات هنحتاج السكر تدخلي مكسرات فكرة جديدة ايه المشكلة انكوين تبتاكلي تقرقاشي شوية مكسرات كده هتديكي طعم محلو ممكن نحط ايه تلات معالق كبار كده حلوين يرواقوا قدامي ونص يلا اهنا مرانا حاجة يبقى حطينا الفاكهة اللي احنا حطينا انجزة الفاكهة اللي احنا حطينا الحليب حطينا مكسرات النوع اللي احنا بنفضله انا حطيت الكاجو هنبدأ وحطينا السكر نبدأ ندرب جربوه طحفة ابتدأ يتقل معايا لازم تجربوه اي حاجة اقولها لكم لازم تجربوه كده بالنسبالي العصير خرص العسل النحل ده عسل النحل مع الزبادي مفيد جدا انا جبته لكم العسل والكاجو والعنب ده انا مخلينهم داخلين في التقديم مع الكاس بتاعي حنشوف ازاي هستأزمكم كالعادة هنروح فاصل وهترجعولي عشان خاطر نشوف الاطباق دي التقديم هتكون عاملة ازاي اللي انا عارف ان هي كانت خفيفة وزريفة وسهلة كمان عليكم متروحوش في حتة انا مستنيكم عزي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل اعتقد ما اتأخرناش عليكم كان معانا اللي اربعة اطباق الخفاف والسهلين اللي شفتوهم معانا النهاردة شفتوهم ازاي طابوا بسرعة ماخدوش وقت معانا كان معايا الارنب بالاراسيا والمشمشية الاراسيا اللي بتقولوا عليها العينة والزبيب درناله شوية التوابل اللي شفتوها نعنشته مع الملح والفلفل والارفة والحاجات والرند وكل اللي حطناه وكان معانا كمان شربة البنجر بالكرام فراش بعد ما مكسيناها ادتها شوية كرام فراش في الاخر وزي انتهى زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله تكلوها وتعجبكم وكان معانا كمان الصلطة الكولسلو اعتقد انها صلطة جديدة عليكم بتمنى كمان تجربوها معايا لانها صلطة لذيذة مفيدة وانا عارف انها تعجبكم لما دخلنا فيها اللمون دخلنا فيها الخل مع معلقة السكر الحامض مع السكر حيامي معاكو شغلة عالي جدا واخيرا الجيو اللي انا باعتبره حاجة لذيذة بقدمها لكم عملنا النهاردة الفاكهة المختارة اللي كانت موجودة اي فاكهة بتحتاجوها احنا عملنا الانجاز بالياورت او بالزبادي زي ما احنا بنقول مع عسل النح حطيت انا فيه ابتديت عطيت له عسل من هنا ورميت عليه الجيو وحطيت له عسل تاني وحطيت معاه انا الاول لما عملته عملت معاه المكسرات وزدت هنا حطيت مكسرات صحيحة عشان لما اجي اشربه حس بتعمل مكسرات فيه ايا كان نوع المكسرات هما دول الاربع اطباء اللي انا عملتهم النهاردة بتمنى ان هما يكونوا عجبوكم انا بالنسبة لي استمتعت جدا بالحلقة الجميلة دي وباستمتعت اكتر بمشاهدتكم ومتبعدكم معايا بشكركم على مشاهدتكم ليه وعلى متبعدكم وبتمنى ان انتوا تتابعوني في الحلقات الجاية اللي كلها مفاجآت وكلها اكل سهل وطعم لما اتجربوه بشكركم وبشكر كل فريق العمل اللي تاب معايا النهاردة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة